الليلة حلوة فوز بربعية لمنتخبنا خارج الأرض وصدارة المجموعة النهاردة كل حاجة حلوة منتخبنا بيفوز على بوتسوانة بربعية بعد سلسية كافيردي وصلاح بيسجل ويوصل للمباراة رقمية في مسرته مع المنتخب صورة رائعة جامعة حسام حسن بصلاح بعد المباراة احتفالا بالإنجاز ده خلتنا نتطمن أكتر على الروح العظيمة داخل المنتخب قرمنا من كاس الأمم وكمان كاس العالم خلونا نفرح شوية يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم حلوة حلاوة منتخبنا لما بيكسب ويفرح بنفرح بننبسط بنسعد بنحس إن الدنيا كلها حلوة المنتخب يا جماعة ماشي بشكل رائع جدا في كل المنافسات تصفات كاس العالم ممتاز تصفات كاس الأمم انتصارين على التوالي فوز بسلسية في استاد القاهرة فوز بربعية خارج الأرض الشكل حلو الأداء كمان حلو وجهاز فني محترم جدا بكيادة الكابتن حسام حسن وهنا في نقطة مهمة جدا نقطة في منتهى الأهمية حابي أبدأ بيها يعني إحنا كمتابعين وجماهير أو بلاش أحد كلها قليلة من الناس أنا آسف لنقول كده اللي دم ما هتقيل شوية اللي ما بتحبش الفرحة تخش قلوبنا اللي ما بتحبش تنبسط بينجاز ولا بشغل ولا بمكسب ولا بأي حاجة في ناس كده بيبقوا ليلين كده اللي هو بيحبوا ينغسوا علينا عشتنا دول ما بيبقوا ليلين يعني شوفوهم انتوا على السوشال ميديا شوفوهم في حياتكم بيبقوا ليلين يعني يقولك إيه بقى يا سيدي يا عم هو أحسام حسن كسمين يا عم كلها منتخبات توقعة وضعيفة وخفيفة وأي حد يكسبها لا مش أي حد يكسبها لا أضعف من كده وكنا بنعاني وبنخسر وبنتدايق ويقولك أصل المباراة خارج الأرض الجو كان حر والملعب كان وحش أهوى منتخب ضعيف بس الظروف كانت صعبة عادي يعني روحنا عملنا العادي آه بس عملناه ما كناش بنعمله اللي هو إيه منتخب مصر في أي مكان المفروض يبقى منتخب قوي جدا شارس جدا نهارده خارج ملعبنا وبنكسب بربعية نظيفة أمام بتسؤالها بأداء مميز جدا تحديدا في الشوت الأول هجوميا أداء ممتاز حسام حسن مدرب درائي فيه من الأول مدرب كفء فنيا جدا فكرة إنك بس تقول حسام حسن الروح والحماس وحب البلد والكلام ده كله موجودين عنده دول نازلين مع البني آدم موجودين كده عنده كده كده موجودين مولود بيهم بس هو كمان فنيا قدير جدا والواحد متفائل بحسام حسن وجهازه المعاون وفي نقطة مهمة وقلت لكم الكلام ده من يومين الحالة المعنوية داخل المنتخب والعلاقة بين حسام حسن واللعبين علاقة جيدة جدا دلوقتي هتقول لي من الأول هقولك لا مش من الأول دلوقتي العلاقة جيدة جدا هتقول لي واللي حصل في قصة حجازي تعدي تعدي وهتلاول علاقة بين حسام حسن وعجاز الفتر اللي جاية كويسة جدا ومفيش أي مشاكل الصورة بتاعت حسام حسن وواخد التيشرت اللي عليه مية ورايح لصلاح وأكلم على صلاح طبعا أنه هو شارك في ميت مباراة دولية مع منتخب مصر صورة حلوة أسطورة وأسطورة في كل ما كنا بنقول في البداية خالص أول ما تقول له حسام حسن أنه لازم حسام حسن وصلاح يشتغلوا مع بعض عايف يعني إيه منتخب مصر بيديروا من خارج الخطوط أسطورة ومن داخل الخطوط أسطورة حاجة حلوة قوي واللي اتنين مع بعض الاتنين مع بعض الصورة حلوة يا جماعة اليوم مبروك لمنتخبنا متفقلين جدا بالكابتن حسن حسن ربنا يا رب يكرمه هو جهازه المعاون النهاردة سجل محمود تريسجيه الهدف الأول لمنتخب مصر وسجل أيضا الهدف الثاني في الديئة 29 وفي الأقول الهدف الثاني تجي في الشوت اللي تاني في الديئة 56 عن طريق الأسطورة محمد صلاح في مباراته رقمية والهدف الرابع سجله البديل مصطفى فتحي في الديئة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضوء طبيعي أن أنا أبدأ كلام عن صلاح كونو وصل للمباراة رقمية في تاريخه بس الكلام عن صلاح اتقال خلاص وصلاح وصل بالكلام لأبعد أبعد نقطة بمعنى أنه مفيش جديد يحكى ولا قديم يعاد مع محمد صلاح العادي يعني أسطورة الأسطير في كل العصور مش بحتاج تزود ولا تقف ولا تعمل أي حاجة خلق هقول ليه على صلاح هقولك لعب عظيم هقولك أهم لعب في تاريخ مصر هقولك واحد من أهم الأجنحة واللعبين اللي جنب في تاريخ كرة القدم عالميا هقولك مثلا أن محمد صلاح ده هو أهم لعب في منتخب مصر على الأقل في آخر 20 سنة اللي لم يكن في التاريخ كله هقولك أنه محمد صلاح ده أسطورة ليفربول واحد من أهم الأساطير في تاريخ هذا النادي العظيم هقولك إيه هقولك إيه يعني مفيش صح فحطني بقى صلاح على جنب والجنب ده جنب ملكي كده ملك مصر في إنجلترا ده جنب ملكي يقعد فيه كده معزز مكرم تعالي بقى تعالي هنا مش عايز أكلمك شوية على واحد عمل شغل عظيم واللي قاله النهاردة ده يتباروز يتباروز أنا بتكلم مبدئين كده على محمود تريزيجيه محمود حسن الملقب بتريزيجيه يا ابني أنت أسطورة أيوة مش ببالغ في تاريخ منتخب مصر هناك أسطورة اسمه محمود حسن تريزيجيه بكل الإنجازات اللي عملها مع منتخب مصر من بداية مشواره بأرقامه الرائعة على مدار مشواره مع منتخب مصر وتحديداً في آخر عامين أرقام مدهشة خلاص وروح ورجولة وأداء وتركيز وكل شيء بعد المباراة زمنا المرسل المميز دوماً محمد طاق كان عامل لقاء مع محمود حسن تريزيجيه وكانت المفاجأة العظيمة الحلوة محمود حسن تريزيجيه بيقول له أنه لعب المباراتين آخر مباراتين كافردي وابوتسوانا وعنده كسر في إيده عنده كسر في إيده بيقول له بيقول له أنا البسلي تشيرت بكم عشان الكابتل حسن حسن ما يشوفش إن أنا مصاب بيقول له إنه مصلحة منتخب مصر أهم من أي شيء راجل مخلص راجل عظيم لا تحجج ولا قال أنا مش مصاب والتقريب التببيه هي وأنا مش هقدر ألعب لمنتخب مصر وأنا أصلي تعبان ولا الكلام ده كله تريزيجي يا جماعة تريزيجي نموذج للإخلاص نموذج للإخلاص في تاريخ منتخب مصر والله يستحق لك بأسطورة دون مبالغة مفيش مرة طلبت تريزيجي لا تدايق ولا زعل ولا قال لك لا يلعب أساسي يلعب دك يستبعد من القائمة دايما موجود تريزيجي يستحق كل كلمة خير أنا لما سمعت الكلمتين دول والله دمعت يا راجل وإيه بقى طول اللقاء مصر أهم ويا بغت اللي يلعب لمنتخب مصر ومئة مليون واحد نفسهم يلعبوا لمنتخب مصر وتشيرت منتخب مصر ده أهم من أي حاجة عمال يتكلم بوطنية شديدة طالع من القلب مش كمان إيه اللي هو جمر رننة وخلاص كده بنبيع بيها كده ولا بنملى بيها لأ من جوة أوي طالعين من جوة أوي شكرا يا تريزيجي شكرا معايا مداخلة هاتفية مهمة مع الدكتور إهاب الكومي عدو مجلس دولة اتحاد المصري لكرة القدم يا فندم مشرف ومنور وآلف مليون مبروك وشك حلو مع كل البعث مليون مبروك طبعا زميلي وصديق العزيز اللي بعتذر بيه بصدقتي دايما ومتعلق دايما وطبع سعيد جدا مداخلاتي معك زي ما انت عارف ويعني انت بتتكلم عن تريزيجي في البداية بضم صوت بصوتك انسان وشي وطني بكل ما تعانيتك علي صحيح تريزيجي زي ما بقولك حالة نجرة بلد ويعشقها يلعبوا يعني تشير دراعه وردته لانه المصاب دي وعنده بضرائي مقيمة علي جاية لكن بأتكلم من هنا للصف بصراحة يعني حالة تدرك بكل تأكيد وانا بحييه من خلال من برك العلام المحترم ودحيي كل العالم المتاخر الوطني وبحيي الجهاز الفني ومليون مبروك دكتور رهاب بعد اذنك او انت ما كنتش عارفين بإصابة تريزيجية عشان هو كان بيقول ان هو كان لابد شيرت عزيم كل كلمة بيقولها زي ما انت وانت كريم بيكون صد أو طلع من القلب يدل على كده لما توقف معه وتشوفه مع الجمايد وجوده مع محمد صلاح مع الشيناه ومع النين لا لا عمين حالة جميلة جدا وروح أكثر من رائع وعاوز أقولك كمان الأكثر من رائع الحميمية في العلاقة اللي تجمع الجهاز الفني كفة فسان حسان كفة يوران والله يا دكتور والله يا دكتور دكتور أنا كنت لسه دكتور عابل كنت لسه أسألك على دي تحديدا وأنا عارف دايما وأبدا أنت راجل صادق يعني قولينا الحالة جوة عاملة إزاي عشان حنا بنسمع كلامك أصله اللعيبة مش مرتاحة أصل كابتو حسام حسن بداية اللعيبة اللعيبة من داية من كابتو حسام حسن أنت راجل صادق وراجل إعلامي كمان فأنت هتنقل السورة بشكل صحيح ما يفل ما يعني أنت بتاعت فيها الصدق دائما والحمد لله عمري ما حتكلم غير بلسك حاجة مخالفة حتكلم عشان ما فيه سلبية نغيرها لإجابية لكن اللي أنا شايف أنت تقدر تشوفه من خلال الملعب ومن خلال الارتياح اللي موجود ما بين العبيد وما بين الجهاز الفني ده ما بيحصلش غير لما بيكون في حالة من الحب وحالة من الودة الكبير جدا ووصلوا الجهاز الفني اللي عديد كابتو حسن قطر الحسن أعرمثال يعني من بارح بعد التناول الغداء غدنا عن امساعتين كنين كابتو حسن قعد وجود كابتو محمد صلاح وجود الجميع وعملين يتكلموا بيحسن كابتو حسن عن أيام كاس العالم تتحقين وكابتو مدرهيم وضحك وكابتو صلاح يضحك والشناو واللعبين بقى بتوان متاخر الأولمبي تشوف إزاي صلاح واللعبين واللعبين والشناو مجمعان معهم لهم مش بيعين لعبين لا لأ 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 لعبين كبار ولما تاخد رسالة عشان كده شكنا أسامة فيصل للمهاردة بياخد مباراة كاملة حالة أغسلنا من الحب الشديد ما بين الجهاز الفاني وما بين اللعبين وده اللي يبشر اللي جاه يكون أحسن لمصر إن شاء الله مع جهاز وطني لازم كلنا ندعم ولازم كلنا نكون وراء قلبا وقلبا من خلال من برد برد المتصر منتخب مصر الأولوية نحن نشدع أهل نشدع جمالك كل واحد فينا نشدع مدينة أيضا في مهم وطنية لكن مصر نحن نلعب هي جمهور الأهل الجمال كل المحافظات مصر بلسسنا عشان كده لازم نلسف مرة ثانية بعد نتاج الطيبة دي وإن شاء الله مع جهاز الفن المحترم مصر إلى أرباء الجمال مصرية ويلبط المحافظ كورا مصر إن شاء الله يا دكتور طيب عملتوا مع هذا الأمر يا فن يعني أنا عاوز أقول حكاية حجازة لم معديتش حكاية بمجرد ما تم اتخاذه من قرار داخل المعاكرة اللي حسن وإن حسن وأنا قاعد معنا أسأل وإن حجاز إحنا محتضى وإحنا من فضائنا وده أخونا صغير وإذننا وبابل نستخدم مصرح لأي واحد كلنا أحيانا كنا بنغلط ونبتز في الملعب عشان ما بنغلط ولكن المحجاجة يجمنا تمام وإحنا بابل المستخدم صح لكل الناس إحنا ما رفيت ضغنينا دين مدين إلي لعب أبدا إحنا كلنا مصح مصر نجح نجح اللاعب ونجح ونجح نجح 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 ونجح نجح صراحة الكلام ريح جدا أنني أن على قلب رجل واحد مع جهاز فن يعني أخ كبير مع قوات صغيرين وضحك وفجح في الجزء يكونوا جزء لا 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 الكلام اللي كان بتقال الحمد لله اللي أنا شوف بأي من التلال معصر معهم تجينوا النهار الحالة مستخدمة تماما وزي ما بقول لك حجاز الموضوع بمجرد الصراح اللي تم اتخاذه وزي ما يعني عايز ألك كمان عشان النهار ده برضو الناس كتيرة بتتكلم انه عمر مرموش خرج من بعثة منتخبنا المصري قبل السفر الى بوتسوانا بسبب إصابة النهار ده قالوا ان الإصابة خفيفة واللعب جاهز لمباراة يوم السبت في الدوري هل كان فيه اتفاعمة بين الجهاز الفني وعمر مرموش على لعب مباراة واحدة ولا احنا قيمنا الإصابة انها إصابة قوية وبالتالي سافر انت في بداية نوش لازم بتحافظ على كل لعب ما يوجد معك تمام عشان كده فيه تنصف كامل ما بين جهاز كامل جهاز كامل المتخد وما بين اللعبين احنا لما اللعب عندنا محترم عشان ما تفقمش الإصابة وقدر لنا بأي تشكيل أعمل حالة داخل اللعب وقدر لنا ألعب شفنا مرد مباراة كاملة وده نسجل منتخب الأولينج وده عملية الإحلال والتجديد في المنتخب لما ادفع بأكثر من لعب أو 5 عدد من منتخب الأولينج يكونوا موجودين مع منتخب مصر الأول فده احنا كنا بعد اللعبين الخضرة داخل المنتخب فكل صغيرة وقدر فيما تنفذها بالجهاز المبيل العبين مفيش أي مشكلة إخلاف عظيم جدا العبين المحترفين هيعودوا إلى القاهرة ولا هيتسافر مباشرة إلى كل دولة بقى بحسب فرئتهم هم موجودين معنا على سيارة في سيارة خاصة منتخب هيتسافر على طول يعني عندنا ثمان سيارة هيتسافر عندهم مقرأة مجمعة قطر برضو حمد مسافر على طول المين برضو مسافر وبجانب عندنا العب السرمج هينزلوا من السيارة حيكونوا على طول مستخدم مع سرمج المباشرة في سوء خالق تمام ستفيه العب بس بسطلع في السرمج برضو حمد تسلح السفر جميع تعارف لعليم اللي عدو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ألف مليون مبروك وبشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء طيب نرجع تاني في نقطة حلوة جدا على دكتور إهاب الكومي دلوقتي نقطة مهمة جدا جدا وأكيد نقلها من كلامه مع الجهاز الفني لمنتخب مصر وهقولها لكم بصراحة مفيش لاعب هيبقى عايز يتهرب من منتخب مصر حتى ولو بمنطق المصلحة مش في كلامك بقى على منطق الوطنية صح دي بقى حاجة داخل كل واحد بقى تمام مش هنتكلم فيها بس أكيد مصلحة كل لاعب إنه يلبس تيشرت منتخب مصر هتقول لي إزاي يعني مصلحة عشان بياخد يعني مكافئة المشاركة في المؤدي هتبقى مكافئة قولي إيلا جدا بالنسبة للفلوس اللي بياخدها مثلا فيها هدحلة احتراف مثلا يعني أو حتى معنا دي مثلا يعني صح كده طيب معلش عشان المدخلة هتفادي مهمة جدا فهكمل معاكم هكمل معاكم بعد شوية بصوا أنا مبارح قدتك كلمتين دول وهعيدهم تالي لوقت عشان تسمعني كمان وأنا بقولهم نادية فكري بطلت رفع الأسكال المصرية ستة كل اللي شرفتنا ورفعت راسنا مبارح كنت بقول عنها إنها نموذج ومثل وقدوة وحاجة ملهمة لكل بطل أو رياضي إنه يعمل زيها بكل المقاييس وببساطة شديدة هي نموذج يتعامل فيلم سينمائي حكايتها تتعامل فيلم سينمائي في الإرادة وحب البطولة وحب البلد أنا معايا عبر الهاتف الآن البطلة المصرية الكبيرة اللي شرفتنا ورفعت راسنا كابتل ناديا فكري بطلة رفع الأسكال المتواجه بالبرونزية في برلمبيات باريس يا فندم مشرفة ومنورة وسعيد جدا بتواجدك معايا وألف مليون مبروك هلو يا فندم منوراني ومشرفاني وألف مليون مبروك الله يبقى لك حضرتك يا أستاذ كريم الله يبقى لك حضرتك أنت فرحتينا ورفعت راسنا للسماء وكلنا فخورين بيك الله يخليك والله اللي كانت عيدة جدا بكلام حضرتك لا ده أقل من حقيقك بكتير أنا بقالي تلات يام بتكلم عنك تقريبا بس فرحتينا وإرادتك ديت وحماسك ده حاجة ملهمة لنا كلنا والله كابت النادي يا السود بس مش واضح لو نقف في مكان السود يبقى واضح فيها عشان اسمعك أنا فندم ومات الباص وعملين بيلفوا بينا شهوري عالقائرة كلها يلا فأنا مش ملكة نفسي لا ولا يهمك المهم إن الشعب المصري كل يفرح معاك ده أهم حاجة الشعب المصري يفرح كله بس أنا عايز أسألك أنا عايز أسألك بس حاجة من كام يوم عمال أسألها بس أنت كنت مشغولة في البطولة إيه اللي خلاكي يبقى عندي كل هذه الإرادة إن بعد كل هذه السنوات تروحي تاني البرلمبيات وتاخدي مدالية أخرى إزاي يعني واحدة غيرك تقول أنا معايا تلات مداليات أنا مش محتاجة تاني إيه اللي خلاكي تعملي كده والله هو الموضوع وكله مش مدي قد ما هو أدبي أنا على الله وملاك الحمد ربنا بيتيني كل يوم يوم كدير فانه اللي يخليني إن أنا قعد في البات وإن أنا أقول كفاية كده ربنا تداني موهبة وربنا تداني إن أنا فرص إن أنا أخدم بها بلدي بالطريقة داية وبالرياضة وإن أنا أرفع عالم بلدي في المحافل الدولية فاليه فيه ليه لا صح صح فالحمد الله في العالمين فرفنا عشان أعارف إن أنا عملت غير بصد فرفنا عقراني بيت صحيح بس كابتل نادية أنا متأكد إنك عشان توصولي للمرحلة دية أنت تعبت جداً وأكيد فيه ناس كتير عانت معاك وتعبت معاك عشان توصولي للمرحلة دي أكيد طبعاً أكيد طبعاً أنا أتريتي وأنا رسولهم والدت الله الرحمة زوجي وأولادي وأخواتي كلهم بصراحة وفيه في دارهم دعميني أنا زوجي بطل برارمبي هو رعب طبعاً وحاصل للمجالة بروزيفا تينا ففاهم يعني إيه مناخدة وفاهم يعني إيه تتويج وفاهم يعني إيه والإمبياد طبعاً فالؤلاء بعد ربنا ما كنت شقدر إن أنا كمل سبعاً صحيح صحيح وكريم أفودي يسافر معاك مظبوط والله هو أثر إنه أثرني على نفسه وهو خلان إن أنا أركز أكتر عشان إن ربنا يكرمني في البطولة داية فهو قاعد مع الولاد وهو خلان خلنا كان بالأثر يقوم به هو الله الله وإيه بقى حكاية الزغروطة الحلوة داية اللي إحنا كنا مبسوطين بها قوي اللي العالم كله تكلم عنها والله هي في الكلور شعبي طبعاً وإجابة نمع الفرحة والمصرين كلهم عارفينها طبعاً طبعاً فأنا حددت إن أنا صبيعة بقى طبعاً ماشى بقى ماشى في زغروط من الجمهور كله كانت تفاعل معايا بحددتها فرحة عظمة جداً الجمهور بقى اللي جمك في الشارع دلوقتي وفرحان بييكوا بتزغرتي لهم ولا لأ؟ طبعاً والله الحد الشاطي مراح لا بجد والله لا إديهم آخر زغروطة طيب ربنا إديك الشحة ودايماً بطرة ودايما رفع راسنا كابتل نادي يا فكري بطلة مصر في رفع الأسكار المتواجة ببرونزية رفع الأسكار في برامبياد باريس جميلة جمال ست الكل والله فكرة عظيمة في ألفين بتاخد ميداليا في ألفين واربعة بتاخد ميداليا في ألفين وثمانية بتاخد ميداليا ألفين واثناشر تغيب ألفين وستاشر تغيب ألفين وعشرين تغيب تجيب ألفين واربعة وعشرين وتاخد ميداليا بعد كان بقى؟ بعد عشرين سنة وبعدين تقعد تقول إزاي؟ إزاي أصلا حد ممكن بعد ما عمل إنجاز من هو عنده في العشرينات من عمره يرجع تاني وهو في أولي الخمسينات ويقولك لا أنا عايز أخد ميداليا كمان؟ فيلم فيلم والله يعني يا رب يا رب من الناس الشاطين اللي بيكتبوا سكريبتات أفلام ومسلسلات يكون متابعة الحكاية دي عشان هيعمل فيلم ولا مسلسل عظيم جدا أصل الحكاية دي هتلاقي وراها كمان كواليس ذهبية كواليس مش طبيعية إيه الجمال ده؟ يبنا يا رب يفرحك دايما ودايما رفع راسك كل طيب دي حكاية نروح لتصريحات الكابتر حسام حسن بعد مباراة مصر وبوتسوانا قال كنا عارفين صعوبة مباراة بوتسوانا من البداية خصم ما كانش سهل على الإطلاق لكننا احترمنا الخصم بشكل جيد وقال كمان ندينا الكثير من العمل سواء الجهاز الفني أو اللاعبين وبالمنتخب مفتوح لجميع اللاعبين كل من يجتهد يمتلك فرصة الانضمام للمنتخب الانتصار في أول مبارتين يعني لنا الكثير وسنقدم أداء أفضل خلال الفترة المقبلة دي تصريحات كابتن حسام حسن زي ما قلت لكم نهاية فرانكفورت انتراكت فرانكفورت الألماني كلم النهاردة على إصابة عمر مرموش وقال إن الإصابة خفيفة وإنه هيبقى جاهز غالباً لمباراة الفريق في الدوري يوم السبت القادم إن شاء الله يعني الإصابة مش كبيرة ما حاجة الإصابة متبقاش كبيرة هرجع تاني للنقطة دي اللي كنت لسا بكلمكم فيها قبل مدخلة كابتن نادية إنه ما فيش لاعب مش عايز يلعب لمنتخم مصر من بقى مصلحت كل ما بتزود عدد مباراتك الدولية كل ما الفرق اللي بتجيلك في الاحتراف بتبقى فرق أكبر كل ما سعرك بيزيد أكتر في تفاصيل كتيرة جداً ولو بمنطق المصلح فتأكدوا يا جماعة إنه ما فيش لاعب عاقل هيبقى عايز يهرب من منتخم مصر تأكدوا أو أي منتخم في العالم فيش لاعب بيزي تهرب من المنتخم بالمنطق يعني مصلحتي إن أنا لعب لمنتخم مصر وإن أنا عد مباريات دولية إن أنا عد النهاردة كهربا انتظم في مران النادي الأهلي بعد ما غيب عن مران الفريق أمس وقلت لكم مبارح إنه سبب غياب كهربا إنه والدته ربنا يا رب يشفيها كانت داخلت المستشفى هو سهر معاه في المستشفى وباقي رجع البيت متأخر فنام كتير فراحت عليه نومة فمرحش المران هو أتكلم النهاردة مع كابتن سامي ممصان القائم بأعمال مدير الكرة وهيتم توقيع عقوبة مالية عليه توقيع غرامة مالية بسبب غيابه عن مران الأمس طيب الأهلي مستني عودة الشناوي من معسكر المنتخب عشان يعمله معاه جلسة لحسم تجديد تعاقده اللي بينتهي بنهاية الموسم اللي هيبدأ الأهلي بيجاهز عرض تاريخي تاريخي للشناوي عشان يحصل على توقيعه لسلاس مواسم إضافية بعقد هيكون الأغلى في تاريخ حراس مرمى النادي الأهلي بحسب مصدر داخل النادي الأهلي الأهلي بيفكر يمد عقد الشناوي حتى صيف ألفين تمانية وعشرين يستحق الشناوي اسم كبير في تاريخ النادي الأهلي بكل تأكيد طيب أشرف داري المدافع المغربي هيصل إلى القاهرة وينضم للنادي الأهلي غدا الأربعاء بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في فاطل الأجندة الدولية أشرف دا هيكون موجود في مرمى النادي الأهلي يوم الخميس وهيخضع لفحص طب شامل لتحديد موقفه في مباراة جرمهية الأكيني بحسب مصادرنا في النادي الأهلي الاحتمال الأقرب استبعاد أشرف داري من رحلة كينيا عشان الإصابة اللي ضحقت به ما قبل آخر مواجهة للمنتخب المغربي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وتركهم بقى الكاد الأصابة في الكاحل وخليته ما يبدأش المباراة ممكن يبقى موجود في السوبر ممكن بس برضو السوبر الأفريقي ممكن يبقى موجود في السوبر الأفريقي وممكن كمان يبقى موجود في مباراة جرمهية القياب مش الزهب ممكن طيب نروح لنادي الزمالك ومجلس ضاية نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن التعاقد مع سنغالي سيدي نداي مهاجم فريق جندواي السنغالي لمدة أربع مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية اللعب تحت السن اجتازك كشف الطب خلال الساعات القليلة الماضية وكان وصل ليه القاهرة مساء يوم لأحد مباراة يعني أول مباراة لما قلت لكم والمقارة هيتم قيده تحت السن خاصة إنه من موليد 2005 طيب وفقا لمصادرنا اللاعب مع جوزي جوميز هيتم توظيفه كجناح أيمن في نفس مركز زيزو وبالمناسبة هو بيجيد أيضاً ودي حاجة مهمة جداً في مركز راس الحربة بس جوزي جوميز غالباً هيعتمد عليه كجناح أيمن مع زيزو طيب دي حكاية ناخد مدخلة هاتفية أخرى خد بالكو أبطلنا البارلمبيين لسا وصلين مفيش من ساعات قليلة جداً لمطار الكهارة وكان في استبالهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والجماهير المصرية لسا وصلين بعد إنجازات عظيمة جداً معايا الآن مدخلة هاتفية مع بطل آخر حائز على برونزية البارلمبيات مع منتخب الطائرة جلوس هو الكابتن حسام مسعود يا كابتن حسام مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك معايا وألف مليون مبروك ألف مليون مبروك إنجاز عظيمة كابتن حسام وفرحتونا ورفعت راسنا يا ربي خليك يا كابتن حسام قل لي إحنا إحنا كنا متبعين كويس وعارفين إن انتوا وجهتوا كثير من الصعوبات في هذه الدورة ولكن قدرتوا في الآخر ترجعوننا ميداليا قل اللي اللحظات الحلوة اللي عشتوها هناك أحضر رب العالمين والله كل كانت محضات صعبتنا حضرت عرب من القراليندكس بطلب أخوى المنتحدات بالعالم أطال السراب وأطال العالم المنتحدة بالفضيط المنتحدة بالفضيط منتحد فرانسا قلت كلت وليس بشكل طرية جداً كنا استعادلنا السكن معقول إلى حد إساة كنا نتوادها الأفضل لكن طبعاً أحضر رب العالمين بصدر اللعجيز كل العجلة اللي بوجودة تقريباً بصدر على بديجات وصدر أبس كده تي منه من ثلاثة بديد تلفة وأوضي منهم من ددين وذي منهم من أول مرة كلنا طبعاً تمزيد منصدر والشباب ادلنا السكن الله رب العالمين بسنا ناخد معرفة طبعاً كثيراً في نفسي طبعاً معرفة أول واحد في أوروبا كمان صعبة جدا عملنا ماشي كمير جدا عصالت نسيب نسيب تقريبا على كلها عندنا ماشي قرانسة قرانسة قدرنا نكسب قرانسة قلانسة صفر كمتين كابتن حسام كابتن حسام مسعود انا عيسيبك تحتفل مع الجماهير المصرية فيها الشوارع عارف ان انتم بتلفه بالاوتوبيسات دلوقتي الف مليون مبروك واكيد لنا لقاء اخر كابتن حسام مسعود لعب منتخب الطائرة منتخب مصر الطائرة جلوس لتوجب ببرونزية في برليمبيات باريس الف مليون مبروك بشكرك شكرا جزيلا حلو ان احنا نفرح بيهم يا رب تخلوهم يلفوا كده للصبح خلوا الشعب المصر كل يفرح بيهم يستحقوا كل خير يعني طيب في كلام كتير عن صفقات الزمالك وملفات كثيرة وحكايات كثيرة تعالى نمشي واحدة واحدة مع الحكايات دي اول واحد هو اذاك سوكسيس لاعب اودينيزي السابق مسؤوله نادي الزمالك تواصله مع اللاعب اللي بيجيد في مركز رأس الحرب ورحب بالفعل بالانضمام لصفوف الفريق لكن بشرط التوقيع على عقد المدة موسم واحد فقط وده اللي رفضوا مسؤوله الزمالك اللي بيرغبوا في الحصول على خدمات خدمات اللاعب لمدة ثلاث مواسم وهناك محاولات أخيرة لإقناع اللاعب بالانضمام للزمالك لمدة موسمين وهو ما يتم حاليا مودو ببارو لاعب أهل جدة السعودي الزمالك في المرحلة الأخيرة حاليا من المفاوضات مع اللاعب اللي بيجيد في مركز الجناح الأيسر واتفق الزمالك مع اللاعب على انضمام لصفوفه لمدة موسمين ويتم الاتفاق على مقدم التعاقد فقط حيث يريد اللاعب الحصول على 600 ألف دولار كمقدم تعاقد وهو ما يرفضه الزمالك حاليا ويحاول تقفيد المبلغ أقولك ويهي الأسماء المطروحة هو بعرفك الوضع طيب كونرد مشلاك اللاعب أحد السعودي الزمالك توصل الاتفاق مع أحد على ضم اللاعب وكذلك توصل الاتفاق مع مشلاك وحصوله على 900 ألف دولار كراتب سنوي وحاليا يتم التفاوض على مدة العقد اللاعب ده سريع جدا جدا بس أرقامه مش عظيمة بصراحة يا الأرقام بتاعته في الاستاتيستيكس والإحصائيات مش أعظم حاجة يا بس أكيد المدرب هيكون شايف فيه حاجة مهمة لو الزمالك فعلا نضمه بشكل رسمي طيب الحكاية الكبرى بقى الحكاية الكبرى طيب مين الحكاية الكبرى حكاية أرون بوبينز الأزمة تصعدت جدا مع اللاعب بسبب رغبة نادي الزمالك أنه يتعامل مع وكيل اللاعبين هو محمد حبش الشركة بقى الأصلية المسؤولة عن تصويق اللاعب ادخلت وقالت لا اللاعب ده بتاعي وطلبت الزمالك بحوالي ربعمائة ألف دولار عشان الصفقة تتم يعني هي الصفقة خلصانة مع الوكيل محمد حبش بس دخلت الشركة المسؤولة وقالت لك لا ده بتاعي فديني لبعمائة ألفين عشان تتم هادي بس خد بالك ده سبب اللغبطة اللي حصلت تمام تمام اللاعب فاهم أنه توقيع على الكصة بتاعة العقد أو الموافق على العقد وأيضا وصول البطاقة الدولية لنادي الزمالك ممكن تعمله مشكلة قرارية لو راح لنادي آخر بالمناسبة هو عنده رغبة أنه يلعب في رومانيا في الدولة الرومانية بس خلصت هي خلصت للزمالك والزمالك قال لللاعب أو طلب من اللاعب أنه يخلص أموره مع الشركة التسويق دي أو يقلل المبلغ شوية بدل ربعمائة ألف دولار يبقى متين ألف دولار تاخدهم شركة التسويق في مقابل إيه؟ في مقابل أن النادي الزمالك يزود لللاعب مقدم التعاقد اللي هو كان 300 ألف دولار يزودوهم شوية يعني زبطنا مع شركة التسويق نزبطك في مقدم التعاقد من الآخر يعني طيب في معلومات في معلومات أكيدة أنا أمين معاك شوف أنا راجل أمين أنا دايما دايما أقول لك المعلومة بالزبط في معلومات إنه ربما فجر اليوم اللاعب يصل إلى الكهيرة ربما فجر اليوم اللاعب يصل إلى الكهيرة حتى هذه اللحظة مش أكيد والزبالك يتكتم جدا على هذا الأمر جدا سألنا كل الناس حاش عايز يقول يعني تجينا كده معلومة مستخبئة شوية إنه ممكن يجي الفجر مش كابش قادر يكدهلك مش لو أكدهلك بيتمسؤول عنها بس هي بنسبة إنه ممكن يكون موجود فيه القرى واللعب ينضم للزمالك ونخلص من الحكاية دي اللي بقى دمها بالمناسبة بالمناسبة اتبعت للعب اتبعت للعب إنه الزمالك عنده مشاكل مالية وحاجات مع اللعبين تمام قدر الزمالك ومجلس إدارته يتخطى الحكاية دي وتواصل مع اللعب ووضح له إنه عنده مشاكل مع اللعبين ومع المدربين تمام فبعد كده جات للعب رسالة أخر تقال له فيها إنه فيه لعبة أجانب كانت موجودة في النادي هتاخد أكتر منك بكتير أنت زاوى فئة على الرقم ده فيه حد بينخور في الصفقة بينخور فيها وزي ما قلت لكم قبل كده مش من منافسين مش من منافسين من البيت يعني دي حكاية مبانزة كلها عشان تبقى أنت عارف الصورة فين دلوقتي طيب بحسب مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم كشف لنا عن تلق الاتحاد اتحاد الكرة خطاب رسمي من اتحاد الدول لكرة القدم فيفا يفيد بتغريم نادي الزمالك برقم يصل إلى مية خمسة وسبعين ألف دولار لصالح الغاني بن يمين شنبونج لاعب الفريق السابق لاعب الفريق السابق الحكاية إيه الحكاية إنه اللاعب ده كان يستحق أن يحصل على الزمالك على رقم مية وخمسة ألف دولار الزمالك يتعلم مية وخمسة ألف دولار يتأخر الزمالك في ده فالزمالك يتغرم حوالي ستين ألف دولار يعني أصبح مستحق حوالي مية خمسة وسبعين ألف دولار على نادي الزمالك زادت يعني فلوس بتزيد والستين دلوقتي يعني 30 مليون جنيه أو عفوا 3 مليون جنيه 3 مليون جنيه والزمالك في حاجة لكل جنيه يعني اللي ماسك الملف ده الناس محترمة في نادي الزمالك بالمناسبة بس ما عرفش دي إزاي عدت عليهم يعني انتوش محتاج تزود على نفسك يتدفعهم بسرعة يتدفعهم بسرعة بدلا ما يبقوا زايدين يعني دي الحكاية طيب حكاية أخرى وسامة أبو علي النهاردة دخل التاريخ دخل تاريخ فلسطين من أوسع أبوابه نهاردة وسامة أبو علي سجل أول هدف في تاريخ فلسطين في التصفيات النهائية تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكاس العالم أول هدف لفلسطين في التصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم عن قرية أسيا في التاريخ في التاريخ نهاردة سجل هدف في فوز الأردن على فلسطين ثلاثة واحد يعني فرقته أو منتخب بلاده خسر النهاردة ولكن هو عمل إنجاز فردي تاريخي إنه يحصل على أول هدف في تاريخ فلسطين في تصفيات النهائية لكاس العالم عن قرية أسيا بالمناسبة وقات تاني أعلى تقييم ما بين لعيبي منتخب فلسطين النهاردة هو رقم جيد جدا وعمر فرج شارك أيضا لدقائق قليلة عمر فرج مهاجم لإسماعيل مهاجم الفلسطيني للزمالك شارك أيضا لدقائق قليلة مع نهاية المباراة هارد لك للمنتخب الفلسطيني مليون مبروك للمنتخب الأردن بكل تأكيد طيب النهاردة من مجموعاتنا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية منتخب كاب فردي تفوق على المنتخب الموريتاني بنتيجة اتنين لشيء في إطار منافسات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية يعني كده كاب فردي في المركز الثاني بعدين بسلاس نقاط بالتساوي طبعا مع منتخب موريتاني اللي كان فاز في المباراة الأولى على منتخب بوتسوانا هنسعض عن المجموعة دي كده كده عايزة منتخبين وكده كده عايزة 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 سهلة دي حكاية نهاردة حوار حلو عن منتخبنا الوطن هيكون مع الكابتن الكبير كابتن طارق السيد نجمينادي الزمالك الأسبق خليكم معنا بعد الفاصل نتقامل عادة بقول ديفي في هذه الفكرة بس هو خلاص بقى صاحب مكان كابتن الكبير كابتن طارق السيد كابتن طارق مشرف ومنور دايما بسعد بتاكدك والله أنا بتشرف إن أنا معك دايما كريم وبسعيد جدا اليوم اللي أنا جاي فيه وبعد يزير لك الحلقة بتعاول ببرح بعملات تابعاتنا وكسر نأزاز لا لا مهم بخلاقية ومع اللواتي كويسة الحمد لله كويسة علي الشكة بتنطارق نهاردة اليوم حلو حلو حبنا بيكسب النهاردة بربعية بعد سلسية كاب بردي صلاح ميت مباراة حسام حسن مع حفظ الأركاب طبعا وصلاح وقفين مع بعض بيتصوروا والحلقة حلوة كل حاجة حلوة النهاردة بص هو يمكن الحمد لله رب العالمين الأداء من ماتش لماتش بيبقى فيه شكل كويس جدا لكابتن حسام والمنتخب ويمكن لكابتن حسام كمان بدأ بداية تغيير جلد بشكل منظم شوية والدفع بمجموعة لعابين صغيرين في السن النهاردة خلت صبح الأول مرة عبر أم عادل بيشترك لتاني مرة بدفع بأكتر من لعيب جديد التغيير أوسامة فيصل النهاردة كان بدأ المباراة والغريبة بالنسبة لي أن أوسامة فيصل كان بدأ 9.5 أو ستايل 10 أنه هو بيرجع ويخال محمد صلاح هو لفيرود ويزيزو متحرك أوسامة متحرك وتريزيجي متحرك حسنا بأسامة فيصل حتى مع المنتخب الأولمبي ده ستايل لعبه ليه بينزل كتير قوي وبيسيم مثلا لإبراهيم عادل لما كان موجود مع المنتخب الأولمبي يسيب لزيزو هو حتى يعني بعض الناس تنوم على أسامة فيصل وأن هو بينزل كتير بس واضح أن ديت تعليمات مدربين واضح جدا وعملها كويس ويمكن بسخد بالك برضه في فرق كفير جدا بين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول حتى تحس أن أسامة فيصل النهاردة ممكن مش أحسن مستوى ليه إنما يعني بداية الدفع به وأن يبقى عندك لأن أنا أنا اشتغلت مع أسامة فيصل كمدرب في 2001 وهو عنده 15 سنة في منتخب 2001 لا في نادي الزمالك مرنته في نادي الزمالك في سنة 2001 وهو عنده 15 سنة وكنت بلعبه 9.5 وكان بيلعب قدامه أنا كنت أشتغلت جيل 2001 جيل 2001 جيل 2001 وهو عنده 15 سنة في نادي الزمالك وكان اللي بيلعب قدامه لأن كان بلعبه 2 فراودة ما منفعش حد فيهم يوعد وسامة فيصل وحسام 10 وكنت بلعبهم الاتنين تحت بعض 1.9.5 1.9 فعنا مربيه وعارفه والإمكانياته عالية جدا جدا روح قتالية غير طبيعية بيقاتل على كل كرة النهاردة بيعمل ده بس هو لسه برضه منتخب الأولمبي بلعب جميع محمد صلاح بلعب زيزو جميع الأسماء التقيلة قوي اللي هي برضه تخطط ممكن عشان بس جد في بالي دلوقتي أسامة فيصل واحد من أبناء نادي الزمالك ليه الزمالك مرحش يجيبه تاني مثلا هو أصلا فيه غلطة كبيرة جدا 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 حصلت مع أسامة فيصل إيه هي أسامة فيصل طلع عارة البنك الأهلي عارة البنك الأهلي واتباع السنة اللي فاتت براكة أو يعني في الموسم اللي فات اللي خلص ده وانا غريبة جدا عندي إن أسامة فيصل اتباع عارف أسامة فيصل محسام أشرف مع فرود أفريقي قوي مثلا ونفرة زدج سيف الجزيري أرمبوانزا أي اسم الأسماء اللي جاي الفلسطيني عمر فرج أي اسم الأسماء دي كان هيبع عندك خط هجوم قوي جدا جدا مين اللي خد القرار وبيع أسامة فيصل أنا مش عارف يعني الفكرة نفسها اللي اتخذت وإن فكرة بيع أسامة فيصل لأنه دي البنك الأهلي لأنه تقال إن أسامة فيصل عقده بيخلص طلع عارة وما ممدتش العقد فعقده بيخلص آخر سنة دي فالبنك الأهلي قال لك خلاص إحنا عايزينه وناخده بدل ما الولد ممكن السنة الجاي أو الزمالك ممكن السنة الجاي ما ييجي ويبقى عقده من تهي وعنده وفري فأعتقده وقف البنك الأهلي أتم يعني أتموا البيع بتاعه ودي من وجهة نظر من غلطات كبيرة جدا اللي حصل طيب نرجع تاني لمنتخب مصر واضح جدا الكابتر حسام حسن أنا راجل أنا مهاجم أنا من أعظم المجموين الجنوب في تاريخ مصر أنا هلعب هجومي جدا يعني ما بيقلقش ما بيخافش حتى لو شفنا شوية مساحات وراء بس لا إحنا هنهاجم بشكل قوي جدا المطش الأولاني عمل حاجة من وجهة نظر كل الناس الفنيين خزعبلية انتحارية بس خد بالك هي ميزة كبيرة جدا حط كل اللعيبة اللي بتعرف تهاجم حتى في نص الملعب هو اللي ادي الحافز دا والنقطة دي حاجة مهمة جدا إنه بيلاع في القاهرة عشان كده حتى مطش النهاردة يا كريم لما تيجي تبص هو أمن نص الملعب باتنين المطش الفاتمة كانتش مأمن نص الملعب اللي بواحد بس مروا أنا أعطيه وكانت كمان بيلعب بسرد باك حمد فاتحي النهاردة غير لعب خالد صبحي جنب رام ربيعة وزود حمد فاتحي في نص الملعب جنب مروا أنا أعطيه وبدأ يقفل نص الملعب ويعتمد بقى على سرعات زيزو على سرعات تريزيجي على صلاح على أسما فصل من تحت صلاح يعني عدل سنة إنما في الأول في الأخر لا هو شغله الهجومي هو الأساس عند الكابتن حسام حسان وعنده بصراحة احنا اعترضنا كتير على الكابتن حسان في طريقة معاملته للعيبة في كلامه مع اللعيبة في أسلوب ردوده في اللعيبة حتى الكابتن حسان بدأ يعدل من دي بشكل كبير جدا يعني تحس إن دلوقتي بقى فيه كاميا بينه وبين صلاح بقى فيه كاميا وبينه وبين زيزو وفيه كاميا بينه وبين تريزيجي كابتن دكتور يهابي كومي رئيس البعثة من شوية بيقسم لي إن الحالة في المعسكر حالة عظيمة بين اللعبين وكابتن حسان انا بقولك انا مش نقيك بس واضحة للي مش اخد باله هو بس كان نفسي موقف تريزيجي تحل بشكل غير كده حجازي حجازي صورة ناسة كان نفسي موقف حجازي يتحل بشكل غير كده يعني اه حجازي غلط طبعا غلط بس خد بالك برضه أنا كلعب كبير ومن كابتن المنتخب ومكاني سردباك ولعب لعب نص ملعب سردباك مكاني من غير معهد معاك وكلمك وفاهمك القصة ممكن تسبب لك سنة اذى نفسي وتخليني مش في الموت بتاعي تخليني ممكن اعمل حاجة غلط هنا بقى المدير الفني لازم يتعامل مع اللعيب بشكل مختلفة كريم يعني طبعا مقام المدير الفني محفوظ بس الحتة النفسية مع اللعيبها مهمة جدا اللي هي بيتكلم عليها الدكتور ايهاب النهاردة او رئيس البيعسة النهاردة بس انا متأكد ان انت كمان ده رأيك وده رأيش انا رغبنا انا متطفق معاك في اللي انت اقول ده كله بس في كل الاحوال ماينفعش لأيه بيرفض طرام مدارف مش مختلف انا قلتلك ايه قلتلك ان المدير الفني مقام ومحفوظ ايوه يعني كده كده المدير الفني مقام ومحفوظ ماينفع ان حتى مظلوم مخهور حيث انك مش هكيتحق اي حاجة مش هينفع تخالف رأي المدير الفريق خاصة والمبراشة غالية بس يا كريم في نقطة كده انت ممكن بقى ايه تكسب بها كل الاطراف انه هو انت ايه اللعب عايز اعمل مشكلة وانا مش عايزك تعمل مشكلة فبضرب لك كرسي في كلوب بالبلدي ان انا لم اللي لو حس الناس وعرف الناس ان انا قريدي بعمل لعبتي بشكل مختلف ولو غلط اشوته لو بعديها غلط اشوته بص لو حجازي اتقعد معاه قبل المطش وتفهم الدنيا راح فينه جاي منه والامور ايه وانا بفكر في ايه حتى لو حتة فنية وجهة نظر الكابتل حسان فنية بحتة ممكن يتقبل انما ما يعني ايه انا معرفش برضو معرفش ايه اللي حصل بس انا بكلمك بحيس انا بحيس المدرب والعيب الكورة ممكن اقولك حاجة نقلا عن شاهد عيان هناك في المعسكر يعني والعود عليه والله مش علي اتقالي انه الكابتل حسان حسن اعاد مع حجازي 10 على 10 يبقى كده العيب في حجازي 100% واتقالي انه بس اتقالي برضو انه حجازي كده كده مدائي من الفكرة حتى لما كان حسن حسن اعاد معي هو فدل مدائي مهديش منطقي جدا انه انا بقى زعلان بس لو عملت غلط من حق كابتل حسان انه انا بقى ايه يحط علامة استفهام ويشوت واصلة يعني فقام نقصه دي طبعا انا عملت اللي علاية معاك الله ينور عليك وراي الفني بقى ده بتاعي مش متاعتك انت خالص كالعيب انا هنا دور ان انا اقول ده يلعب وده ما يلعبش ده وجهة نظري عشان حتى الامور ما توسحش بيني وبين لعيبتي صح واعتقد انا يمكن في كلامي يا كريم قلتلك ايه قلتلك واضح كمان ان المعاملة النفسية بتاع الكابتل حسن بدأت اتغير مع اللعيبة صح الكابتل حسن بدأت ينزل من حتة ان انا عميد لعيب العالم انا الكابتل حسن حسن للمدير الفني اللي بيعرف تعامل مع اللعيبة نفسيا كويس جدا وده نقطة واضحة جدا في معاملته مع صلاح في معاملته مع زيزو فمعاملته مع تريزيجي فمعاملته مع كل اللعيبة وزي ما بيقولك كده رئيس البيئة سيبيقولك بيقولك ان الحالة النفسية بين اللعيبة وبين الكابتل حسن على اكتر من رائعة صح فدي نقطة طمام هلتسمعت تسريحات ريزيجي بعد المباراة النهاردة لا بسمعت ايش اقولك اقول ريزيجي بعد المباراة قال انه هو كان بيلعب المباراة دي وهو عنده كسري في ايديه في اخر المباراة مع ترابزون التركي وانه ربط ايديه ولبس تي شرت بكمه عشان كابت حسن حسن ما يشوفش ان في مشكلة في ايديه ولعب المباراةين وهو مصاب وقال انه انا محظوظ ان ها بلعب تشرط منتخب مصر في مئة مليون واحد عزيلا عارق بتشرط منتخب مصر وان انا عايز العب لمنتخب مصر دلوقت وان انا افضل ادي المنتخب طول الوقت وان انا مابعيدش عن منتخب مصر طول الوقت تسجيب يتألق النهاردة بتقالك في المباراة اللي فاتت بتقالك في تصويرك كاس العالم بتقالك بقاله سنتين كمعدل تهديفي عظيم جدا رأيك ايه؟ بدون كلام لعيب كبير قوي لعيب كبير قوي 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 ولعيب محترم ومخلص أيوة يعني نقطة مخلص دي حطت تحتها مية خطة كريم تريزيجي وصل لمرحلة من النضوج انه هو عايز يحقق خد بالك راجع كده هتلاقي تريزيجي بكى بحرقة قوي في خسارة مطش كاس العالم في خسارة مطش نهايات كاس العالم النهائي 2019 على ما اعتقد وتصفات كاس العالم 2017 و2021 اللي اتنين بكى بشكل ملفت للنظر وكان نفسه حقق بطولة زواء في الاتنين النهائي اللي اخسرناهم او في تصفات كاس العالم تريزيجي وصل لمرحلة انه هو انا عملت حاجات كتير جدا في الكرة لعبت في اوروبا لعبت في انجلترا لعبت في تركيا لعبت في بلاد كتير جدا نفسه حقق بطولة مع منتخب بلدي نفسه حقق انجاز مع منتخب بلدي فلو هو ما اخد بالك برضو دي في الكابتن حسام حسن اخد بالك وللحقيقة اعترض زي ما انا عايز مع الكابتن حسن في حاجات فنية انما حسام حسن كان بتبقى رجليما بسوري يعني بايزة وكان بيكلمها وخليها تلعب فهده حسن حسن صح يعني ده حقيقة الشخصية هي كده اه يعني بص اختلف مع شخصيته واختلف مع معنيته لا بس هو بيحب المكسب ويحب بلده وعنده اخلاص شديد ايضا محدش يقدر يختلف عليها طبعا وبيحب اللعب وبيحب الكرة وبيحب ان هو يبقى موجود فاكيد تريزيجي لقط حاجة انا شفت في برنامج حد البرامج زيزو حتى هو هو بيتكلم مين احسن مدرب مسككك في الفترة آخر كابتن حسن ما كملت شعرين معي قال عشان الناس ما تقولش بس ان انا بطبل لكابتن حسن عشان هو مسك دلوقتي لا اهو كابتن حسن حسن في المعاملة النفسية خد بالك تحس ان زيزو كمان بيتعامل في الملعب بشكل محترم انا عايز اقولك على لقطة النهاردة حصلت لقطة رائعة عشان برضو نبذ التعصب وفكرة التعصب الكلام ده زيزو النهاردة خط خطة من وراء في تاكل نجامج جدا فيه مين اللي جرت خانق خدت بالك عدت على الناس كلها مروانة عطية كان عايز يأكل الولد وراح يتخانق وهيعمل المشكلة في الشوت التاني طب هنا تبديك ايه لا وإيه بقى انت ممكن تربطها كمان زيزو ده بعد اسبوعين هيلعب مكاس سوبر افريقي ضد اهلي ومروانة عطية وهيقعودوا يخبطوا ببعض لا لا وده ايه معلش انا اكيد مفيش لعب يتمنى اللعب بالإصابة اكيد يعني ده زميله بس ده المنافس بتاعي بعد شوية اهم منافس ليه بكلمك على اللقطة دي عشان النقطة دي عشان النقطة دي اللقطة دي ما حدش حلق عليها ما حدش حدش خد باله منها والله يفتح عليك دي لقطة تتدرس تقولك هنا بص اللي رايح يتخانق مروانة عطية اللي هيلعب زيزو بعد 15 يوم ولا 10 ايام ولا زي ما يكون 15 يوم بزيزو في خناقة في ماتش سوبر افريقي هو اللي رايح يتخانق لزيزو وهو اللي رايح يزعى الولد وعايز يأكل الولد عشان خبط زيزو من وراء فلقطة تتبروز لازم تتبروز وتتحط تقول بصه عشان برضو ايه تفهموا ان الامور مش بس كلها تعصب اه الحق اكتبقى زملكاوي وانا لو هتكلم عالزمالك يمكن الحمد لله رب العالمي اكتر واحد بيدافع عن الزمالك في حياته انما هنا بيدافع عن مروانة عطية معت شيرت المنتخب وبقولك بص اللقطة دي تتبروز جميلة اللقطة دي صح بصراحة يعني كان من احسن اللقطات نروح نادي الزمالك انا عافل انت عندك كلام كثير عايز تقول نادي الزمالك هسألك سؤال واضح جدا تحركات الزمالك في فاطة الانتقالات تحركات مرضية بالنسبة لك ولا لا طيب خلينا نقول مرضية بالنسبة لك ولا لا حاضر هقولك الله هتقولي الإجابة وبعك هتتكلم براحتك مرضية بالنسبة لك ولا لا مع هي مع هي أصل هي مينفعش او لا مينفعش او لا اه ينفع ايه بقى نادي الزمالك بتحرك في كوالة العيب عالي جدا الدورة الترانسفير ده بيتكلم على إرم بوانزا ومضاو أمن نفسه ورقيا ومستنديا قبله كان كريم البركاوي والصفقة بسط وجمهور حئزن جدا بيتكلم على بنتايك بيتكلم على أسماء كتيرة كويسة بيتكلم النهاردة كان فيه كلام كبير جدا على صفقة اللعيب البولاندي اللي بيلعب في نادي الوحدة السعودي او نادي احد احد السعودي وبيتكلم كمان مع جناح بيلعب في نادي كان بيلعب في نادي أهل جدة مشكلة نادي الزمالك كريم في الصفقات السنة دي نقطة واحدة بس نادي الزمالك محتاج ضروري 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 مدير تعقدات هو اللي يطلع يخلص كل الصفقات دي في هدوء وبشوشه بالروحة ويمض اللعيب وييجي باللعيب بقى وقت جمهوري يعرف ما يعرفش ودي المشكلة الكبيرة جدا عند نادي الزمالك في الفترة الجاية هو لازم يعالجه نادي الزمالك بيتفاوض كمجلس إدارة أحسن تفاوض في أحسن لعيبة دلوقتي بس عندهم ناقص جبير جدا 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 لازم يحلوه لازم يتحل لازم يبقى ها عايزة أخش يلا يلا ده لقاء مهم جدا يلا أكيد أنت هتفتكره يعني كلاوديو الجانتيني وسطورة كرة القدم الإيطالية واحد من أعظم المدافعين اللي مروا على مر التاريخ نجم يوفينتس الإيطالي مدافع للقب بالقزار مدافع يقال يعني أنه هو الوحيد اللي أوقف ماردونا أو قدر يوقف ماردونا وزيكو أسطورة الأرجنطين وأسطورة البرازيل في مونديال الفين الف تسعمائة اثنين وتمانين ورفع مع إيطاليا كأس العالم يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر مساء الخير مساء الخير للجميع نهاردة نزلنا التنويه أنك هتكون موجود معنا على التلفزيون المصري عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية كانت سعيدة وفرحانة أنها هتسمع صوتك وتسمع هذا اللقاء شكرا شكرا لكم بداية تاريخ عظيم جدا مع المنتخب الإيطالي ومع نادي يوفينتس نتذكر جيدا كأس العالم الف وتسعونية اثنين وتمانين وأدائك الرائع جدا وإيقافك لأسطورة زي ماردونة وأداء كبير وعظيم ماذا تتذكر أفضل مرحلة وأفضل بطولة وأفضل إنجاز في تاريخك على مستوى البطولات العالمية والمحلية نعم بالنسبة بالنسبة لهذا فأنا أقول لكم أنني لعبت بشكل جيد يتذكر غالبا جميع الذكريات وجميع المباريات وأقول أنها الذكريات أمام أسبانيا هذه كانت بالنسبة لذكريات عظيمة وأيضا في بعض أمام بعض الفرق الكبرى حقيقة أقول أن هذا لم يكن أمر سهل إطلاقا ولكن قدرت أن أفعله يقال وكثير من التقليل العالمية وقتها كتبت أنك كنت تتعمد أن تكون عنيفا مع ديجو أرماندو ماردونا هل ده كان فعلا مقصود أم كنت فقط ترعب بقوة في مسيرتي الكروية أقول أنني دائما كنت أضع أمامي شيئا من الاثنين وأقولها دائما إما الكرة أو اللاعب بمعنى أن إن لم تمر الكرة فاللاعب لن يمر فأنا لم أكن أتعمد العنف أبدا ربما قوتي البدنية وقدرتي على الدفاع كانوا يحسبون أنني أتعمد الإنقضاض على المهاجمين أو العرقلة أو هذه الأمور ولكن كل ما في الأمر أنها كانت مسألة حاسمة بالنسبة لي إما الكرة أو اللاعب كلاهما لن يمر بالنسبة لي أظن أنها كانت مسئولية كبيرة أمر المدافع لابد أن يأخذ الأمر بحسم شديد أي مهاجم أو أي لاعب كان دايما مواجهته بالنسبة لك مواجهة صعبة جدا من اللاعب اللي كان ما بتقدرش توجهه من نسبة كبيرة يعني من اللاعب اللي قدر يتخطاك بتذكر كثير من اللاعبين في في عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين كان هناك أيضا كثير من اللاعبين تذكر واسمان بعينه ولا استطيع أن أحدد لعبا بعينه طيب عسلك على المنتخب الإيطالي في الوقت الحالي لماذا تراجع المنتخب الإيطالي في السنوات الأخيرة وأين هي مواهب كرة القدم الإيطالية التي كانت دائما وأبدا مكان لكل نجوم كرة القدم العالميين نعم السبب الرئيسي في هذا في هذا التراجع أن الشباب كثيرين من المدفوعين في صفوف المنتخب لا يقدرون حجم المسؤولية ولا يعلمون من يمثلون بالنسبة لإيطاليا أظن أن هذا سبب كبير جدا الاستهتار عدم عدم تحمل المسؤولية هذا السبب الرئيسي بالنسبة لي السؤال مرتبط أيضا بي عن منتخب الإيطالي وهو يخص الدولي الإيطالي أيضا لماذا تراجع الدولي الإيطالي كان في الماضي الدولي رقم واحد على مستوى العالم لماذا في رأيك تراجع الدولي الإيطالي بالنسبة للمنافسات الأخرى وربيا أقول لكم أن التراجع إيطاليا بشكل نعام أو تراجع المنتخب الإيطالي هو مرتبط إلى حد كبير بالفرق الإيطالية وهو الدفع بالشباب لا يعرفون ولا يتحملون المسؤولية أيضا أقول أن مشاركة بعض الأجانب أيضا أضعف الدوري عظيم جدا طيب المنتخب الإيطالي تحدثنا عنه أتحدث الآن عن فريق يوفينتس في الدور الإيطالي ومرحلة ما بعد أليجري مع تياجو موتا تتوقع له النجاح نعم تياجو مولتا هو كان أقول لكم أنه كان ممرنا بشكل جيد لا عقلية إلى حد ما كبير أظن أنه سيؤدي بشكل رائع معهم سيستطيع أن يتعمل مع عقليات الشباب سيستطيع أن يكون فذا وأن يكون وأن يحقق الكثير من النجاحات مع اليوبي لملا وقد رأيناه بالفعل حقق هذا طيب أين 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 يلعب اللاعب مجددا عفوا بسألك يلعب بشكل إلى حد كبير أنا قلت أن لعب محمد صلاح غريب عن بعض اللاعبين غريب لكن غربته وهي تألق طيب لو كنت تقابلت في جيل واحد مع محمد صلاح من كان يتفوك أنت أم هو لا أستطيع أن أحكم أن محمد صلاح له يلعب بمركز بعيد عن المركز الذي كنت ألعب فيه لا أستطيع أبدا أن أعقد المقارنة ولكن يمكن أن أقول أنني كان من الممكن أن أجعله لا يمر بالكرة أبدا أنا بشكرك شكرا جزيلا واحد من أهم اللعيبة الكبار كلاودي جانتيلي أسطورة كرة القدم الإيطالية واحد من أهم المدفعين على مر التخريخ مدافع يوفينتس شكرا على هذه المدخلة المهمة جدا كان لعيب عظيم وكبير وأسطورة ويعني هو اللي خد إيطالي الفكرة بعد كده بعد الدفاع وقوة الدفاع واحد من أهم المدفعين غزار يعني أكيد مش عدي يعني كرة عدت مش عدي اللعب ده ده سيستم ده كان سيستم في بعض الناس في بعض اللعيبة كده يعني أنا أنا يا يا كرة تعدي لو عدت الكرة انت مش تعدي ده كان في سيستم كده أصلا في لعيب تلك زمان كانوا بيشتغلوا عليه مش دلوقتي أي حد رايح معدي مين لعب جنبك قبل كده من مدفعين بشير بشير ومتحك متحك الكرة هتعدت مش هتعدي يا تبخنقة بقى الموضوع كبير جد طيب كيف تريد أكمل معك كنا منتكلم على صفقات نادي الزمالك وبرضه كنت بتشرح لي هل انت راضي ولا مش راضي أنا موطليش آه لا بس كنت بتشرح كنت بقول ايه بالزبط نادي الزمالك في الفترة اللي جاية محتاج سستمت الكرة شوية طبعا المجلس يعني الله يكون فعول في مواقف كتير جدا المجلس ده تحط فيها مواقف صعبة وحل جزء كبير منها عنده طبعا أخطاء مية في المية كل الناس بتغلط الترانسفير اللي فات ما تعملش على أعلى مستوى السنة دي بدأ يعدل في الترانسفير وقع في مواقف صعبة جدا اتفق مع العيبة وصفقات باسط محطوطين في موقف ان هم بيحاولوا ان هم يدوروا على كوالة احسن من الكوالة اللي موجود انما في الأول في الآخر لازم ندز مالك في الفترة الجاية يا كريمي يبقى عنده سيستم مختلف شوية لازم يحضر مدير التعقدات وعلى فكرة الموضوع عشان في ناس كانت بتتكلم على ان طارق يبقى مدير التعقدات انا الموضوع ده بالذات بعيد عنه كل البعد ومن طارق من ايه ولا اي حاجة لسه انا مش انا بتكلم على عشان بس مايتقالش ايه اصطرق بتكلم على منصب مدير التعقدات عشان عايز امسكه لأ انا لو المنصب ده تعرض علي بملايين الدولارات مش ملايين الجنايات مش اقبله 5 مليون دولار مثلا مش اقبله 10 مليون دولار لا ليه يا اسلابي بس يا كريم 5 مليون دولارات حلوين انا بحب التدريب اوي اوي دي نقطة النقطة التانية اي موقع هيتعرض عليك في ناتذ ملك هتشتغل فيه اي موقع مهما كان بس الفكرة بالنسبة لي في الموقع ده بالذات انا مش شاف نفسي فيه مش خالص لان مدير التعقدات ده بيبقى ليه مواصفات خاصة حاجة تاني خالص بعيد عن العين والرؤية وبعيد عن الاختيارات لا ده مدير التعقدات ده ورق ومستندات وكتابات وتفاصيل مفاوضات وحاجات كده مش بتاع الطريق السيط هو الزمالك بيجي فلوش السفقات منين الزمالك في الفترة الاخيرة عنده مصدرين مهمين جدا يتعاملوا أولا في لجنة للسسمار جي فلوش منين من بعضهم على فكرة فيه تلات اربع رجال اعمال دلوقتي هم المجمعين المبالغ اللي بيجمعوا بيها اللي بيجيبوا فيها السفقات دلوقتي ورجال اعمال عاشقين للزمان معروفين اه طبعا يعني اسماء معلنة اه طبعا لا فيهم ناس معروفة بالاسم وفي ناس مستخبية يعني مش عايز تعلن اسماء يعني فيه شخص مش عايز يعلن اسمه خلص طبعا وموجود الأستاذ مامدوح حباس موجود الأستاذ مصدر هاني بيرزي ودرى عدو مجلس دارة كابتن حسين السيد بيدفع مجهود الكابتن أحمد سليمان عشان بس فيه ناس بتدفع في ناس بت كابتن حسين لبيب العسماء كلها بتشتغل كمجموعة في الفترة وفي اسم محدش عارف اه انت عارفه اه مين مش عارفه هو مش عايز يقول على اسمه ومجلش عايز لا اسم راجل عمال كبير الاسم التاني من اسمه ايه ان هو اسمه كذا حاجة كذا اه انا لو قلت الاسم لا التاني التاني هو لا عارفه باسم واحد والله اه طب قول لي تالت حرف اه رابح حرف لام اه لا لا اه كان مجاد هو اه مين بقى اه 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 دي فزورة دي فزورة انت بقول لي حرفه كمان انت اه انت عسى ما كنتش بتعمل كده اخر حرفين لم والف طيب لم والف اه يعني لم الف اه لام الف لام طيب بلاس هلعتل لا طبعا لعتل لا 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 اما المين الف لام العتل كده كده كان بيساعد جدا ومجل كله اخر اسمه الف لام اه مين الف لام ما خلاص بحنا كده قلناه مش عارفة مع أنا والله يعني أنا آسف. أنا أخد بالك أنا بخبش عنك حاجة. أمانا يا. ومعاك أنت. لا مش عاشية هتخب علي أنه أنا عايش في جمهوري الزمال. مع جمهوري الزمالك يعني هو هو الرجل نفسه رافض. آه. آه. أنا حاشي أنك عايش تقول. أنا حاشي. أنا كل ما راح بالنسبة ثانية حاشي أن أنت عايش تقول. بس أنا أنا مش يعني يعني هو نفسه أنا محترم القرار. أنا أخد بالك مش قاعد معاهم وعارف مين هو ومينهم ولا لا. ده أنا معلوماتي الشخصية وحاجة خاصة بي أنا يعني. في ناس كتير زي ملكوية عارفينه طبعاً. عادلتاً إحنا في شهرانتنا الأعلامية دي. لما منقولت راجل اللوقتي بتشتغل. يا راجل الأعلام اللوقتي. فعندنا معلومة من أولها وخلاص. أدم مش منه هو. الجمال. مين؟ الجمال. الجمال؟ أعم. هو اللي بيتبغل الزمال؟ هايل. هايلة كبتال. أي خيطة بتعبتني ليه كله ده؟ أعمل إيه طيب؟ أنا مش عايزة أقول أصلي بس. لأنني أنا محترم إنه مش عايزة. مش عايزة أقول أصلي. فدول مبلغ كبير جداً لا يقل عن 4 مليون دولار في فترة الأخيرة. جهزوا نفسيهم لجنة الإستثمار طبعاً لجنة محمد التريب الأسماء اللي موجودة في لجنة الإستثمار ودي معلنة. بالنسبة معهم طبعاً بيت العادل معهم الكابتن مستر عمري جنيني معهم الأسماء دي كلها. جمعوا رقم بالك كويس جداً لسه النهاردة في مليون دولار متجمع تاني من المبلغ ده كله. وهم اللي بيدعموا وهم اللي بيحاولوا إنه هما يدعموا الصفقات في يناير عشانه هما برضو عارفين كد بالك إن انت دخل على السوبر الأفريقي وماتش أهله زمالك. وطبعاً الكنج في الموضوع وبصراحة الاسمام ده حباس يعني. يعني الرجل بصراحة آخر أسبوع ده يعني أعلنها رسمي إن أنا أي حاجة عايزة زمالك في الفترة دي في الصفقات أعملها. زيزو هيجدد ولا لا؟ بص خلينا اتفق إن زيزو مرة واثنين وثلاثة أثبت حسن إيه. حتى مع الأرقام الكبيرة أوي اللي بتتعرض عليه. يعني أنت هي المشكلة بين المشكلة في موضوع زيزو حاجة واحدة بس إن لو أنت جيت تقدر زيزو مالياً مش هتعرف كنادي الزمالك. عشان بيجي له فلوس بكتير بالدولارات. فهتيجي تقول له مثلاً مثلاً هديك نص المبلغ. طب هتدي له نص المبلغ هو جاي له ثلاثة ونص مليون دولار. هتدي له مليون وسبعمل وسبعمل وخمسين ألف دولار. صعب جداً. هو كمان مع صديقنا إبراهيم فاي قالك أنا لو هاخد عشر اللي هاخده برا من يعني يعني مش هعرف هاخد عشر اللي أنا باخده برا اللي أنا هاخده برا في الزمالك. بس أنا مرتبط بإسم ناد الزمالك. زيزو كل قصته إن لو الزمالك هو اللي عايز يبيعه ما عندوش مشكلة. فهم. يعني هو ما عندوش مشكلة. إن لو أنا أبقى حل بس بشرط إن. الزمالك هو اللي يكون عايز. مش اللي أنا أبقى أقول أنا عايز. إنما تيجي تجدد معايا. أنا هاخد معاك على التربية. بتاسبعك كلام اللي بتقال إنه. سيبك من المئة مليون والخمسين مليون والسبعين مليون. الكلام ده كله التاني يا كريم. لو قعدت تقدر زيزو برقم مش هتعرف. خلينا نبقى منطقيين. صح. زيزو فترة من الفترات. وأنا قلتها مرة واثنين وهو نفسه قالها. وكلمش كبالة في الموضوع ده. اتعرض عليه. كان جاي له خمسة مليون دولار من الرهان القطري. في الفترة دي. كان عنده شرط جزائي باثنين ونص مليون دولار. هو مش تعرض عليه هو تعرض مبلغ عن نادي. كان سهل جدا لو زيزو عايز يبيع. يحط اللي اتنين ونص مليون دولار. في اتحاد الكرة. ويطلع بالشرط الجزائي. ويحط اتنين ونص مليون دولار في جيبه. غير الفلوس اللي هو هياخدها. فأنت حاس إن زيزو هيجد. طبيعي جدا إنه تقعد معي. عارف أنا لو أنا موجود في مفاوضات زيزو عامل ايه. تعمل حاجة بسطة جدا. تعمل ايه بقى؟ زيزو عايز ايه؟ اه. خد عقد اهو. اكتب المبلغ اللي انت عايزه. نتزة مالك شريك. بس حط في دماغك إن نتزة مالك إمكانياته مش نفس الاندال برد. حط المبلغ اللي يرضي لك. حلوة برد. ملعوبة. اللي هو يعني ويمسك القلم. هيكتب بقى براحتك. هيكتب بقى براحتك. اه. خد بالك هيجي في دماغه جمهور الزمالك. وايجي في دماغه النادي. وزروف النادي والتفاصيل. اه. ادي له هو المفتاح. اه. لأن هتقعد تتفاوض معاه. تقوله انا هتطلق 50 مليون. طب انا جاي لي 173 مليون. ولا 175 مليون. هتقدرني ازاي؟ مم. ما هاصل انا. ما هاصل ربنا سبحانه وتعالى ما عارفوش بال. ما طلعوش بسلام ده عارفو بالعقل. مم. انت هتعرف تقدر زيزو زي. انت كريم اهو نتزة مالك هتجدد. انا مش عارف طب. لقم كبير. راجل بيجي له ارقام كبيرة جدا فاكيد مش عارف. ومرة واثنين وثلاثة كريم هو الراجل نفسه. ابدى حسنية الاخر حاجة. صح. صح. كابتري دايما بتشرف ودايما بتنور دايما القادة معك حلوة. والله انت حبيبي. انا مشكورك شكرا جزيلا. ربنا خليك ليا. شكرا على المعلومات الخطير جدا. خليسا كمانين مع حضراتكم بعض الفاصل. اذكاء العزاء محمود شاكر ومحمد جمال. لتحليل مواجهة منتخبنا الوطني اليوم خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني الاصدقاء العزاء محمد جمال ومحمود شاكر وجيمي النهاردة مبسوط وسعيد والفرحة مالية وش وبعد فوس منتخبنا الوطني النهاردة. زيك يا جيمي. مال انت المكان تفاول النهاردة. اه اه فعلا. ايه الفرحة دي. انا خاف عليك كده. اه طبعا. هتتحسن. وانه نهار الدنيا. اخبرك ايه. الحمد لله كله زي الفرحة. تفرح لما جيبي بفرحة. طبعا. سعيد ايه. شعب المصد كله بيفرحة. شعب المصد كله بيفرحة. طيب. بتأكيد يعني كلها مبسوطين النهاردة. طبعا. دي يعني الفوز منتخابنا بربعية. وخارج الارض بعد فوز على كابفرد. دي بثلاثية نظيفة. شفت المباراة ازاي. ويا اكتر حاجة شفتها في المباراة. رقم واحد مهم جدا الفوز. مهم جدا لتثبيت اقدام حسام حسن في القادة الفنية المنتخب مصر. مهم جدا في ظل غيابات. مهم جدا انت قادر تكسب مباراتين على التوالي. قادر تكسب فيه تصفيق كاس العالم. المباراة الاولى امام كابفرد. ناس عم بتستسهل مباراة كابفرد. بتتكلم على منتخب اغلب قوامه من المحترفين. بتتكلم على منتخب مخسرش ولا مباراة فران عشر مواطشاط على التوالي كابفرد. حتى لما خرج دون هزيمة في امم افريقيا. قادر يكسب منتخب مصر بالمناسبة في امم افريقيا اللي فاتت. قادرت تفوز عليه بثلاثية بمنتهى السهولة في استاد القاهرة. ومن ثم قادرت تكسب بوتسوانا خارج الارضة. ساعدت تتكلم بقى اصل فريق. لسا واصل اصل فريق كان عنده بشكل احنا كان في كل هذه الظروف. وكننا بنعاني امام سوق بوتسوانا او منتخبات اقل من بوتسوانا كمان. اه عندنا شوية سلبيات طبيعي مليون في المية. ان انت معندك سلبيات في تراجع المستوى احيانا في الشغط التاني. بتتكلم بعد ما بتضمن نتيجة. العملية الدفاع مش في افضل احوال. المهام الدفاعية مش في افضل احوال خاصات العبيد خطر وسط. معظم المهام بتاع العبيد وسط الملعب كلها هجومية. بالذات العبيد مركز ثمانية بازيزو تريزيجيه المباراة الاولى. او حتى بازيزو لما ديت لحمدي فتح بعض التكلفات النهاردة. كماروان دايما بيتساب لوحده الى واحد من نجوم المنتخب. نقطة ثانية مهمة جدا. لما تجي تتكلم على العناصر اللي بيعتمد عليها كابتن حسام حسن. لازم لما يضمن شوية. ومع المباراة الوداية بتريد الفرص لبعض الناس. بتجي تتكلم على اكتر العناصر اللي اشتركت في مسير الكابتن حسام حسن القصيرة مع منتخب مصر. هتلاقي رقم واحد ماروان عطية. بلاعب تقريبا كل المباراة بثناء خمس دقايق. ده رقم كبير جدا في ست مباراة. بعدين رومي ربيع. بعدين محمد هاني. بعدين تريزيجيه. فبتتكلم على انه لازم القوام ده يقف بعض اللعبة لا تستغل الاستغلال الكبير او اللي بيحصل ده. علشان مرضود اللعبة بعد كده. ولازم يقف تدويره بعض العناصر تبتلي تدخل خلال فترة اللي جاية. مهم جدا اللي عمله كابتن حسام حسن. مهم جدا اللي ماشي بين المنتخب. اهم الحاجات اللي بالنسبة لي استمرار الاداء الايجابي. رجل كابتن حسام حسن في خط الدفاع. رجل الاول هو رامي ربيع. رامي ربيع في الصناعة. رامي ربيع في التسجيل. النهاردة رامي ربيع بيستخدمه كابتن حسام حسن في ارسال الكرات الطولية. النهاردة نشوف اللي عمله رامي ربيع عشان الوقت. نشوف اللي عمله رامي ربيع. ونشوف هالكرة دي كانت اول الكرة اللي اتعاملت ليه ترزيجي في عمق الملعب. هل هي كانت الكرة الوحيدة اللي كانت فيه كرة قبلها على طول بثلاث دقايق لأسامة فيصل. لكن اتعامل مع فاوله الحاكم ما حسبوش. كرة برضو مسقطة كرة طولية. من اللي لعبها برضو رامي ربيع. رامي ربيع حل مهم جدا فيه خط دفاع منتخب مصرف الخروج بالكرة. رامي ربيع حل مهم جدا فيه كرات الرأسية. سجل هدفين بالمناسبة. هدف المنتخب في الست مباريات لعبهم كابتن حسام حسن. أربعة تجوال ترزيجي اللي بعدها على طول رامي ربيع بهدفين مع محمد صلاح. فبتتكلم على انه استخدام رامي ربيع مش بس في المهم الدفاعية في أكتر من حاجة. وهو موجود مع اتحاد العاصمة المسلم قبل الماضي. بيقدم ماشي ماشي الحالات. بيقدم شكل ممتاز روح كبيرة جدا من رامي بشكل كبير. حتى والكرة دي ممكن دي بلأ واحدة من اللي قطعت الطريفة كان رامي مش قادر. وعايز يخرف كابتن حسام قال له لا خليك معلش كمل كمل شوية الوقت اللي بقي. لان كان والنتيجة 2-0 كريبتار يحصل شوية هجمات في الشغط الثاني على منتخب مصر. دي كرة اللي انا بتكلم عليها. كرة مسقطة برضو من رامي رابع من أقصر جابها اليومنا في المساحة لأسامة فيصل. اتعمل معاه فاول في المنطقة دي. بعدها على طول يا كريم دي هو النتيجة 1-0. بعدها على طول الراجل كان رايح في المساحة اللي بضهر لعبة بوتسوانا. بعدها على طول تم إحراز كرة الهدف نفس الشكل دخل من عمر كرامي. تم إسقاط الكرة رغم أن دي مش مهامه في الأساس. لكنه بلعيب مهم جدا في الحلل اللي بيفكر فيها دايما كابتن حسام حسن. حط كرة مسقطة ممتازة ليه تريزيجيه وقدر إنه يسجل ويصنع هدف نهاردة رامي رابع فبقى حل مهم جدا في عملية البناء بتاعة منتخب مصر. والكليرنس أو إنه قادر إنه يشتغل ويغطي وراء زميله في أوقات كتير جدا جوال مرعب كرة دي. كان رجل عدم الهاني بخطأ من مروان قدر إنه يعمل الكليرنس ماشي ماشي على طول. فده بالنسبة لي هو أبرز أبرز المكاسب اللي موجودة. استمرار الحالة الممتازة لعليها رامي ربيع مع منتخب مصر في الفترة الحالية. يلا ماشي. كده خلش رامي. خلاص. خلاص. خلاص أنا خلاص. أشتلك من بره. أشتلك من بره لو أنت عايز. خلاص. برضو شفت إيه في المباراة نارضة يا عشان. شفت إن كابتن حسام حسن مباراتين. سبع أهداف. كلين شيت. في مبارايات حتى لو الناس كانت بتستسيلها. أنا كنت بشوف إن كيروش وكوبر في وقت من الأقوات لما كان منتخب مصر يطلع بيلعب خرج الأرض. قدام المنتخبات الغير مصنفة يكوننا بنتعادل يمنكسب واحد سفر بالعافية ولينا تواريخ كبيرة قوي قد إيه مصر كانت بتعادل. كنا منكسب كمان. بالضبط. فالتالنهارده عارف لي بقولك يا كريم أصل. النهارده الناس كلها ثابت المكسب بتاعه قبل ما نستعدها. الناس سابت المكسب كله. والناس كانت أصل منتخب بتسوانا مسافر بقاله تسعة ساعت طب يا جماعة معلش. هو إيه اللي يردي الناس. يعني النهارده الكابتن حسام حسن كسبانا أربعة سفر وثلاث سفر ومبارتين جاب سبع أهداف وما دخلش مرموك ولا هدف. أنا كده كده أعطى الله عليك حاجة وحش. تفض. لا. شو. ها ما أنا بقولك ها. هتكسب هتبقى وحش. هتخسر هتبقى وحش. هتتعادل هتبقى وحش. هتطلع للأمر هتبقى وحش. مفيش حاجة. وبعدين تلاقي الناس دي بتقولك ده منتخب مصر النهارده تشطع. هلون ناس ولاهلة قوي. أه أربع خمس كور وكان ممكن كور. يا جماعة طيب هو فيه فرقتين بيلعبوا كورة. ما انت معرض ان انت يجي عليك هجمات. لا انت مش مفروض. أعدام انت بتهاجم بقوة جدا وبتكسب أربعة. انت مش مفروض يتهاجم عليك. ونقطة تانية يا كريم بقى. أصل مصر ملعبتش كودفور. أصل مصر ملعبتش السنغال. السنغال أصل. طب يا جماعة انت بتعاقبوا كابتا حسام حسن. عشان هو مش شرف تصفيات بيلعب بوتسوانة. لا انت ليه بتسأل اللي جاي هيبقى فيه. ما ممكن يبقى اللي جاي ده أحسن واحسن كمان. ممكن ده لعب عكو الدبار أحسن. بالزبط. وانت عندك الامكانات وراجل ما شاء الله. انت لكام حسام حسن شوف كم مبرامع منتخب مصر. آه دخل مرمى مصر ستة هدف منه وماربع من كراتي. وبقى المبارات كلها يا كلينشيت ودخل هدف ماتشا اعتقد الكوبركينة فاسو اللي كان في مصر والماتش التاني بتاع التواصفات كاسة العالم. فالناس يعني هو أكل ولا بحلقة. هفضل قول كده يا جماعة اهدو ان الراجل الحد دلوقتي ماشي كويس. لما الراجل يقع قطع وانتقد وقول انه فشل بس لما الدنيا تقع. انما الحد دلوقتي ايران ماشي كويس فانهد عليه شوية. صح كده. تعال بقى نتكلم. على لقطتين حلوين للكابتن حسام حسن بما ان الناس بتتكلم ان اللي بيحصل كان عشوائي وان موضوع ارتجالي من اللعيبة. كابتن حسام حسن احنا هنا بنحب نشيت بالحاجة كويسة ولو في حاجة وحشة بننطقته. طبعا. كابتن حسام حسن كل اللي كان بيحصل في شوط الاولاني كله كان متفق عليه وكابتن حسام حسن كانوا يفعلها. كابتن حسام حسن عمالي نادي على اتنين بتاع نص الملعب. حمدي فتحي وبنادي عمران عطية عمالي بيشاولهم بلوم يا جماعة ننقل الكورة هتلاقي كابتن حسام حسن بيعمل بايده كده 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 ننقل الكورة بالراحة وما تتسرعش نماشي الصور احنا بنتكلم عشان الناس السادة مشاهدين فهمه اكتر. تعمل يقول بايده اين الكورة اين الكورة بعد كده بص يا كريم وهو بيتكلم هتلاقي بيقوله ومرة واحدة لما هيحط ايده الاثنين على بعد لما يبدأ يضغط هتعمل الكورة العالية هتلاقي بص الصورة اللي بعدها هتلاقي الكابتن حسام حسن بيعمل بايده كده ان انت هتلعب الكورة العالية على طول اول ما يبدأ يضغط عليك. طب تعال نشوف الكلام ده وكابتن حسام حسن كان بيعمل الكلام ده ليه تعال اقول لك. بوتسوانا كان بتلعب قدام مصر اربعة خمسة واحد تمام لما نيجي نستعرض بالحالات زي ما انت شايف هنا حمدي فتحي معا الكورة تريزي جي محمد صلاح قصة كلها ان الكابتو حسام حسن عاوز يخلي المنتخب يفضل يلعب اكتر عدد من التمريرات لغاية لما تدخل المساحة اللي ما بين الخطوط علشان ياخدها محمد صلاح ويلعب الكورة العالية كورة المباشرة اللي بعمل الكابتو حسام حسن نتبص هنا على الحالات هنا زي ما انت شايف حمدي فتحي معا الكورة هيلعب الكورة لمحمد صلاح دي اول كورة على طول بعد يعني اول ما كابتو حسن حسن يتكلم محمد صلاح هيتسلم كورة مين اللي بيجري اللي هناك ده كريم رقم 7 نرجع الفريم اللي قبله مين اللي بيجري الفريم اللي قبله ده تريزي جي اول ما صلاح هياخد الكورة تلاقي تريزي جي هيبدأ يخش جوه محمد صلاح هيسلم الكورة لهاني الصورة اللي بعضها طول وحنا بنتكلم أول ما هيسلم لهاني هاني هيرقص هيراخد الراجل للعصة رئيسة حلو قوي بعد كده هيسلم لمين تاني هيسلم لمحمد صلاح محمد صلاح هيعمل اسكان هيبص طبعا كالعادة قبل ما يلعب الكرة وده اللي احنا اتكلمنا عليه دور صناعة اللعب لمحمد صلاح مع منتخب مصر قبل الظبط أول ما هيلعب الكرة صلاح استلم مواخد برة شوية السنتر باك بتاعه فاتخلقت المساحة في ظهر السنتر باك نكمل اللي في الصورة راحة نتكلم قادي صلاح مين بتحرك كريم تريزي جي اتلعبت له الكرة ولكن الراجل بتاع بوتسوانة طلح نسخة تبقى الاصل من الهاتف طيب نشوف الكرة اللي بعدها على طول نفس الكرة اللي بعدها على طول برضو هتلاقي هنا حاجة غير بص الكابتون حسام حسن برضو عمال يتكلم مع اللعيبة اهدوه اهدوه بالراحة نشوف الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي الكابتون حسام حسن بيلوم واحدة اتحركوا اتحركوا على الخطوط اللي هتفي ظهر الدفاع شوف الصورة اللي بعدها تلاقي كابتون حسن بيكلم مين بيكلم حمدي فتحي هتلاقي بص بايده اهدى بعد كده نشوف بقى الفريم اللي بعده على طول وقول لك كل الكلام ده كان بيحصل ليه بص بقى يا كريم هنا حمدي فتحي ميسك الكرة دي بعد كابتون حسن ب10 ثواني بالزبط بيقول لحمدي فتحي اهدى ليه اول ما حمدي هيستلم الكرة مين اللي هيجري على حمدي فتحي راجبت على نص الملعب انا بقول لك اول خمسة اول ما هو ضغط على حمدي فتحي مين تساب لوحده تريزي جي اول ما الكرة تريجي المرانة عطية مرانة عطية هيسلم لمين هيسلم لمحمد حمدي فاول ما هيسلم لمحمد حمدي بقى مين يتخلق في وسط المساحة او ما بين الخطوط تريزي جي كرة تيجي لمحمد حمدي ادي تريزي جي هيستلم بمنتغة السهولة فالكابتل حسام حسن كان بيقول لهم ايه دولي عاوزهم يبدأوا يطلعوا يضغطوا على لعيبة نص الملعب بتاعت منتخب مصر ادي الكرة الاولانية خدها ترزيجية ولكن قلشت منه وراحت تعال بقى نتفرج على الكرة بتاعت الهدف هنا نفس الكلام محمد هاني استلم الكرة بص بقى محمد هاني كنفرودي عابوا قدام محمد هاني وقف عارف محمد هاني وقف لقى كريم بص بقى الصورة اللي بعدها كابتل حسام حسن هنا قال له ما تتصرعش ما تتصرعش صوته كان عالي جدا في التليفزيون واحد منتفرج قال له ما تتصرعش فقى محمد هاني بص 27 49 ده في الديئة 27 40 جنج جيبها 30 سنة من الكرة دي ما تتصرعش ما تتصرعش اول بقى ما الفريم بتاع الكرة يجي محمد هاني يسلم فحمد فتحي حمد فتحي بدأ يرجع برضو تاني لمحمد شناوي وهتبتدي الهجمة من تحت منتخب مصر بيسحب مين بيسحب كل الفرقة بتاعت بوتسوانة اول ما شناوي هي لعب الكرة مين بيشاور تحت اللي رامي ربيعة كابتل حسام حاسن زق معايا شوية تبدأ الكرة تتدور حمد فتحي برضو بالراحة وبمنتقى للدوك منتخب مصر بيبني الكرة حمد فتحي هيسلم الكرة ليه مرانة عطية بعدين مرانة عطية اول ما يستلم الكرة الفريم اللي بعده طلع لمين؟ لرامي ربيعة رامي ربيعة هيبدأ يزق اول ما نشوف الفريم اللي بعده الراجل هيبدأ يضغط على رامي ربيعة هنا بقى اللي بكلمك عليها رامي ربيعة بقى ممايز جدا في ان هو يرسل كورة عرضية كان عنده ريسك ان هو خد التريسة الفريم اللي بعده امرامي مرقص مين مش موجود في الكدر تريزيجي اللي خلاص هرب في الحتة دي وقسامة فصل برا عشان يسحب معال سنتر باك هو محمد صلاح فانت بالتالي خط الدفاع بتاع بوتسوان يا كريم متقدم شوية ففي مساحة عندي المساحة دي اللي هتلاقي فيها امرامي ربيعة اول مرقص الراجل مين بقى اللي هيجري هنا بص بقى هنا بقى لحظة تريزيجي الفريم اللي قبله بص يا كريم لعيب صايع كورة الفريمين قبل دي بص الفنت اللي عمله تريزيجي عمل نفسه هيروح فالمساك تلع معاه ام وقف وامخد الفريم اللي بعده على طول موهم او شتت انتباه الراجل وامجاري في ظهره وامرامي ربيعة لعيب له اللي تشيب باس في ظهر الراجل يعني الفنت اللي عمله تريزيجي ده جزء من الهدف وقامت الكورة ملعوبة لتريزيجي عشان يستلمها ويجيب جون نفس الكورة اللي تلعبت بالزبط قبلها بست دقايق نفس الطريقة وده فكر الكابتن حسام حسن الله عليك اي حد بتكلمع كابتن حسام حسن بيقوله موضوع ارتجالي الله عليك يا جماعة مفيش حاجة اسمها ارتجالية باللتطريقة دي روح وحمايس لا مفيش مفيش الكلام ده من دعيب نفسها مش هتخترع يعني فقادي كورة وكابتن حسام حسن وبالصوت وبالصورة وبكل حاجة الله عليك كابتن حسام حسن ماشي كويس مع منتخب معلم عبيدة كبس معلم بص بقى المعلم اللي جنبك اه بص ما لما يروح لصفقات نادي الزمالك صحي كده اروح اروح معك لما طالي صفقات نادي الزمالك اتفضل اه الزمالك مركز اول مركز الجناح اه بس خلينا احكي لك حكاية في دقيقة فيما يتعلق برأي الناس في مجلس دارة الزمالك ورأي جميز عامل ازاي فيما يخص التعاقد مركز الجناح الراجل محدد طلبات وعارف هو عايز ايه الراجل عايز جناح اشوال عايز جناح بيلعب ناحية الشمال او ترك الاول اشوال بعدين اترك ناحية الشمال مجلس دارة الزمالك هو اخذ كلمة اشوال وخلاص وثبت على كده اشوال طب اشوال بيلعب بيلعب في الرايد بيلعب في اللفت بيلعب فين لا اشوال اشوال طيب ففق فوضو كذا حد المهم وصلوا في الاخر ان هم في اتنين لعيبة في مودو بارو ده الراجل اللي كان بيلعب في اهل جده طلع عارة دور التركي ورجع تاني اهل جده ولما يتم قيده بقاله فترة ما بيلعبش بيلعب فين مركزه الاساسي وينج لفت مكان مصطفى شلبي ده المكان اللي فيه ازمة في نادي الزمالك ده المكان اللي فيه ازمة في نادي الزمالك نحاة تانية بتكلم على كونراد مشالك الراجل البولندي اللي بيلعب في نادي اوحد السعودي عنده مسيرة طويلة جدا جدا لاب برضو في الدور التركي بالمناسبة اللي عنده مسيرة طويلة جدا طيب اللي اتنين لعيبة دول واحد منهم اللي جاي وش اللي فيه طيب رأي مجلس دارة الزمالك كونراد مشالك راجل سنه اصغر الأمور أسهل لا ده كمان نادي أحد السعودي ممكن يتحمل جزء من راتبه فالأمور سهلة جدا بما تعلق بالتعاقد مع كونرد مشالك كونرد مشالك هو واحد لو نعرض بعض اللقطات واحد من أسرع اللعيبة اللي ممكن تشوفهم داخلوا الكرة المصرية سريع جدا بس عنده مشكلتين رقم واحد وبيلعب فين بلعب وينجرايت مين بلعب في الوينجرايت في نادي الزمالك شغل وحنا بنتكلم وبركز ركز بس على سرعات الرجل نفاسة من أسرع اللعيبة اللي هتشوفهم داخلوا الكرة المصرية مش بس في نادي الزمالك لكن ده راس ماله البقية الحاجات تانية أقل شوية لعيب أيمن ده رقم واحد رقم اثنين هو هتشوف كل اللقطات اللي هتيجوا وينجرايت وينجرايت صريح هو جناح خط جناح خط ناحية اليمين طب أنا عندي راح أجيب محترف في مكان أنا عندي فيه أهم لعيب جوة الزمالك في مكان في لعيب هو ده مكانه الأساسي وزيزو بيقل كتير بروح ناحية تانية الرجل ده مبيروحش ناحية تانية أصل الرجل ده في كل اللقطات اللي أنا جيبها هيبلغ قطة واحدة بس ناحية شمال هيحط القرى بويش رجل خارجي برجل يمين ده معناه أنه رجل الشمال مش شغالة لا وفي حالة كمان يا جيم يا حمال جيم يا جيمي اخطولك يا زيزو يا جيمي مهمة جدا أنا كنت بستعرض أرقامه أرقامه قليلة جدا مع كل الفئة اللي اشتغل فيها أرقامه قليلة جدا لأنه هو رجل لاين وينجر وميروحش الملاطق الخطورة هو طول الوقت شغال على الخط أنا حتى أسستاته قليلة أهدافه قليلة هي مرتبطة بالفرق اللي بيلعب فيها أنا معاك مليون في المية أرقامهش أفضل شيء عشان كده رأي جوميس جوميس ما كانش يفضل التعاقد مع ميشالاك ما قالش إنه العيب سيء لكن قالي احتياجاتنا تروح أكتر لده هم ناحية تانية في نيدل زمالك قالك رجل 32 سنوي مودو بارو الرجل بتاع جامبيا النقطة التانية بقاله فترة ما بيلعبش النقطة التالتة إنه إحنا شايفين إن الرجل ميشالاك لو نعرف بقى مودو بارو كمان شايفين إن ميشالاك لعيب أقوى لعيب أسرع يشتغل معنا بشكل أفضل الرجل التاني رأي وفني بحت بيقول أنا رجل دولان أنا محتاج لعيب في الوينج ليفت مش في الوينج رايت تهم فده مودو بارو لعيب أحراف كتير لعيب أحراف كتير أشوال برضو بالمناسبة هو رايت وينجر عفوا الليفت وينجر لكنه لكنه بيشتغل جوه برا كريم عنده حلين عنده يشتغل على خطه يشوفها في اللقطات اللي هتيجي دلوقتي بيدخل جوه الـ 18 وبيشتغل بشكل ممتاز عنده قدرات الدفاعية ممتازة قدرته في المرور واحد على واحد أعلى بكتير من مشالك لكن السرعات بتاع مشالك أعلى بكتير على الصعيد البدني وعلى الصعيد السرعات مشالك أفضل وأعلى فإنت بتتكلم على العيب لا عنده قدراته بالمناسبة الرجل اشتغل في الدوري الكوري نجح الرجل اشتغل في الدوري السعودي شوية من أموره كش أفضل شيء الراجل راح الدوري التركي كماشي بشكل جيد رغم القصر قمته لأنه بيشتغل جوهة 18 بشكل ممتاز رجلين اللي اتنين شغالين لكن طبعا رجله الحساسة والأقوى والأفضل القدم اليسرى راجل 99% من اللي قطاتت لقيا جوهة 18 بيشتغل في الجناح الشمال اللي فيه مشكلة عند نادي الزمالك المكان اللي نادي الزمالك بيعاني منه المكان اللي نادي الزمالك محتاج في وينجر فكان عشان كده رأي الراجل أنه موده بارو أفضل وأنه هو يجي خاصة أن جماز اشتغل في الدوري السعودي وعارف اللعيبة بشكل شخص وطبعا بشكل جيد فأنت بتتكلم على أنه الراجل التاني عنده حلول أكتر موده بارو عنده حلول أكتر طب في الآخر استقرر الأمر على إيه لحين ما أنا دخلت معاك البرنامج أنه اللي جاي هو كوندرد مشالك هو اللي جاي نادي الزمالك وطبقى اللي تصريحات رئيس نادي أحد أنه الراجل هيجي مصر يوم الخميس على عهدته يوم الخميس صباحا وأنه القصة كلها تم حسمها ما بين الناديين نادي زمالك ونادي أحد فيما يتعلق بالاتفاقات ما بين الناديين ولكن فيما يتعلق بالراتب بتاع اللعيب انتهى القصة كلها متوقفة دلوقتي على تفاصيل بسيطة وهي البونس أو الحوافز اللي هتتحط في عقب كوندرد مشالك كوندرد مشالك لعيب كويس الصفقة دي هتتم كلنا بنيجي نتكلم لك الناس يتكلموا على صفقات وبعدين اللعيب ما بيجيش هتخلص على الزمالك أقولك هتتم اه معرفش في الآخر في الآخر أنا بقولك دي تصريحات رئيس نادي أحد على عشان كلا وترك على عهدته أن رجل الليوم الخميسة بقى موجود فيما أحد المقربين من جوزي جوميز تدخل في الأمر وأقنع جوزي جوميز أن الصفقة دي مش هتصلح لنادي الزمالك هو الرجل على عهدته أنا بقى دي أن الرجل رأيه من الأول كده أن الرجل رأيه من الأول أنه مدباره أفضل وأكثر صلاحية ويناسب الزمالك ويناسب إحتياجات الزمالك ونوقص الزمالك في الوينج ليفت بشكل أكبر أنه لا أجيب لعيب في المكان اللي فيه زيزو لا أجيب لعيب أيمن ولا عندي ممكن أحلها في ناحية المين بأساليب كتير خلاصة القصة على عهدت رئيس نادي أحد تصريحات اللي طالعة من نادي الزمالك أنه كونراد مشالك هو أقرب كونراد مشالك هو اللي جاي كونراد مشالك هو الصفكة اللي جاي بتاع اثنان زمالك مركز الجناح القصة التانية بتاع مدباره ييجي مايجيش يجي مشالك مايجوش اللي اثنين أصلا في الآخر دي مش بتاعتنا بنتكلم على ما وصل إلينا من معلومة وبنتكلم عليه فنيا مين فيهم يصل فاضلا محمد أنا عاوز أتكلم على يعني حاجة بعيدة عن صفقات طبعا عاوز أتكلم على تريزيجي أرجوك وشوفها كريم كابتن حسام حسن قبل ما يمسك المنتخب كان فيه كزا لعيب كده ما كان بيطلع في البرامج وبتاعه وكان بيحبهم قوي هو كان عنده تريزيجي ده بيعدي فخم فيه جدا وتريزيجي يعني الموقف بتاع ايده اللي النهاردة كلنا عرفنا ان الرجل كان متعور هو ده شخصية كابتن حسام حسن ولكن التريزيجي ده أنا بشوف ان هو واحد من أكتر اللعيبة حتى لو قعدنا نديله حقه في السنين الفترة اللي جا دي كلها التريزيجي مصدوم جد التريزيجي اللي بيعمله مع منتخب مصر هو مش بعيد قوي على اللي كان بيعمله محمد صلاح هو أكتر تاني لعب مساهم مع منتخب مصر من أول 2017 بعد محمد صلاح التريزيجي كريم بلغة كرة تحسس واحد صحبك يعني واحد صحبك كده بسيط خفيف ما بيعملش مشاكل وبعدين بقى بص قعد تريزيجي احتياطي لأي مدير فن ييجي لمنتخب مصر عناية حاضر تريزيجي ما تزيلش للشوت التاني تريزيجي ابتدي وما تلعبش وينج إلعب في نص الملعب حاضر مفيش مشاكل متجيش أصلا مفيش عندي أي مشاكل تريزيجي للناس كانت بتنتقدوا بشكل كبير جدا إن هو راح الرهيان القطري وأكيد تنفسية الدور القطري مختلفة عن الدور التوركي وعن الليفلز اللي كان بيلعب فيها تريزيجيي ولكن اللي أنا عاوز أتكلم على شخص نفسه شخصية اللعيب تريزيجي أستون فيلا أحسن ولا تريزيجيي دي الوقت رهيان القطري أحسن لا تريزيجيي رهيان القطري دي الوقت أحسن هنا دي تأخدك لأن تريزيجيي في قاسم باشا وتريزيجي في باشا كشير وفي كل الأندال اللي لعب فيها أنا بشوف أن تريزيجيي بيتطور مع السن ومع الوقت مع اختلاف التنفسية علشان هو لعيب عارف هو بيعمل إيه بشكل كويس جدا لعيب حاسم انا انا بحب تريزيجي جدا واكيد كل الناس بتحب تريزيجي فعشان كيها بقولك وشفت الانترو بتاعتك النهاردة عنه بتتكلم عليه هو يستحق كل الاشادة ولكن هو زي وزي العيبة كتير جدا جات في حقبة من الزمن فيها الاسطورة محمد صلاح فاي حد ايه جنبه مش هيبقى منور اوي زي محمود بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورت جيمي بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورت ختم حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الدخول